السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الجمعة عشرين أيلول سبتمبر وبما أنه توقعاتنا لا يوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر الآن موجود في برج الحمل طبعا رح يظل لغاية الساعة تسعة ودقيقتين من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعديها لبرج الثور ورح يظل موجود في برج الثور لغاية الساعة عشر واربع عشرين دقيقة صباح يوم الأحد بتوقيت جرينيش القمر الآن موجود في منزلة البطاين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة ثنتين وتسع دقائق من فجر اليوم الجمعة بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة عشر وثلاثة وخمسين دقيقة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر الآن ولغاية ساعات الصباح موجود في برج الحمل عشان هي خلال هاي الفترة بنشعر بأنه بأنه أكثر نشاط في العمل أكثر تصميما أكثر استقلالية ممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أن تكون أفعلنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطرقات أثناء الحركة أو قيادة السيارات منلاحظ أيضا أنه خلال هذا الوقت بنفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي لمشاكل وحجج الغير ضرورية بنفقد دبلوماسيتنا بتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير دائما لما بيكون القمر موجود في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لازم الأمر لذلك وبإمكاننا تعديل تسريحة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التقاول السلبية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون ساعة 13 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذا بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا ومننا للفوضى والتقلب وبتكون عنا رغبات ممكن تأدي لبعض خيبات الأمل وخصوصا خيبات الأمل العاطفية لازم نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين دون أن نشعر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون ساعة 9 واربع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة 38 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبينتهي ساعة 9 ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار الساعة 9 ودقيقتين صباحا خلص القمر بنتقل بيستقر في برج الثور عشان هيك نصبح من ساعات الصباح أكثر حذرا من ميل لحماية ممتلكاتنا نادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو من الأصدقاء وعادة أثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو اهتمام بالعقارات مثل شراء أو استئجار عقار أو قضاء وقت ممتع في المنزل مع العائلة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية عندنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشريين والدم هذه الأعضاء لغاية ساعات الصباح هي الأكثر حساسية أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدراقية اللوزتين وتفاحة آدم هذه الأعضاء بتصير هي الأكثر حساسية من ساعات الصباح طبعا إذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي ومراجعة الطبيب بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقلودية وبرضو يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح يستقر في برج الثاور خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد بيبدأ ساعة 10 و13 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام ساعة 10 و24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم انحسار المحدب عمره 18 يوم الساعة 5 و7 دقائق بعد العصر نبدأ باليوم التسعة عشر نسبة الإضاءة نهاية اليوم تسعة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم 22 تسعة سعيد بنسبة 30% القمر في الحمل ورح ينتقل للثاور زي ما حكينا في ساعات الصباح ورح يظل في برج الثاور لا يوم 22 تسعة سعيد الآن بنسبة 10% ساعات الفجر منتحس بنسبة 10% ولكن في ساعات الظهر بترجع نسبة السعادة لـ 10% في ساعات المساء سعيد بنسبة 45% عطارد في العذراء حتى يوم 26 تسعة منتحس بنسبة 40% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 تسعة سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت بيترجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثورة بيترجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيترجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيترجع حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح فقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبتسيطروا على زم عامل أموره وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم ممكن تهتم بمظهرك أو بتغييرات معينة هاي مرحلة لا انطلاق لمشاريع جديدة بتتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين وانت سباق ورائد في حق الاختصاصك أما من ساعات الصباح وما بعد بيصبح هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وممكن تدخل تحسين على ميزانيتك تنشط بالاتصالات وزيارات وبتهتم للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم شيء أنك تتشجع وممكن تعالج بعض المسائل الإدارية أو التنمولية اللي بتتطلب توقيع ومتابع لذر المراجع المعنية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ما زال الوقت من الآن وحتى ساعات الصباح بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني نعو سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذائكم وراحتكم نضل وطيرتك بانخفاض لغاية ساعات الصباح ممكن تتأخر مشاريعك وربما تلغى اتجنب اتخاذ أي قرار خلال هذا الوقت وتأكد من حجزك إذا كنت مسافر أو عندك حجوزات لأنه ممكن تتفاجأ بإلغاء أو سوء تفاهم أما من ساعات الصباح وما بعد وهنا بتصبح ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الداعم من مركزكم الاجتماعي القمر رح يجعل هاي الفترة مميزة واستثنائية ويدعوك تبادل الجهد من أجل تحقق اللي بتصبوه لإلغ أو بلوغ التفاهم يعني بداية مرحلة جديدة جيدة إلك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بتنشطوا اجتماعيا تلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة كون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصل تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك أنت بحاجة لتعاون الآخرين معك في هذا الوقت أما من ساعات الصباح القمر رح يوصل لبيت متاعبك فبصير الوقت بيتطلب منكم من ساعات الصباح عدم المبالغة في جهدكم الجسماني أنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم ولا تراهنوا على الحضوظ ممكن تعانوا من الركود ومروحة المكان أهم مش أنه ما تجازفوا بصحتكم ولا بعلاقاتكم إلى أفكار مشوشة والظروف مخيبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة من الآن وحتى ساعات الصباح ولكن بدك تهدئ من روعك لأنها فترة سلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر عالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما لديك ممكن تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي إذا ركزت بشكل جيد أما من ساعات الصباح وما بعد بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته وبترافقك رياح مهاتي رغم الضغوطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة بتطلاقها مع طموحاتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بظل في نشاط بالتنقلات أو السفر أو الاتصالات البعيدة وبظل فترة مناسبة لا يجتياز امتحان أو جراء مقابلة إظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة ممكن تنجح في الترويج لعملك أو كسب الدعم والتأييد أهم مش أنك ما تهمل الواجبات حتى ولو كثرت أو صعبت نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تأخير ممكن تقدم بجراءة وثقة خلال هذا الوقت ولكن من ساعة الصباح بيصبح هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيها قلق حول أحد أفراد العائلة ممكن تواجه مسؤولية أو عب مهني أهم مش أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام في صعوبة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض بإمكانك تبادروا لتصحيح الأخطاء أو ترتيب الأوضاع أنتوا بحاجة لا طاقة أو لا لياقة جسدية وأعصب متينة في الأيام القادمة أهم شيء أنك ما تترك ضيور المتاعب أنها تسيطر عليك أما من ساعات الصباح ممكن يصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور تتعلق بسفر أو أوراق أو معاملات سفر أو اتصالات بعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم بترتفع المعنويات وبتزيد فرص النجاح بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور وهذه فترة إيجابية جداً بيسهل خلالها الحوار وبتفرحوا بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معك برج الميزان بالنسبة لمعوليد برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم من الآن وحتى ساعات الصباح وبظلها فترة مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه ما بجوز إثارة المتاعب لأن القمر ما زال موجود مقابلك لغاية ساعات الصباح فبدك تتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاضروا من الحوادث والأعداء لأنهم كثر في هذه المرحلة من ساعات الصباح وما بعد بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لألكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحت شيخوختك أو تأخذ المبادرة في الاتجاه المذكور قدم التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات سببت لك نوع من أنواع الإزعاج أو العدوات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل من الآن وحتى ساعات الصباح وممكن تجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكوا بين أحد الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قصة من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنصيق الجيد بين مختلف الواجبات ابتكثر النشاطات وربما تشعر ببعض التعب في بعض الأوقات ابتستطيع إحراس تقدم وأرباح حديدة على المستوى العملي أما من ساعات الصباح وما بعد هنا القمر بيصير مقابلك تماما فبيصبح اليوم هذا مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شركاتكم سواء المالية أو العاطفية ولكن بتكت حذروا الإنفعالات بيصعب التفاهم معكم وممكن تقع في ورطة أنت بغناء عنها الجو متوتر فممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة فبدك تكون صبور وما تتذمر لأنها فترة خالية من الحظ برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن وحتى ساعات الصباح وبتظل الظروف جيدة واحتمال أن يكون فيه قلق باتجاه أحد الأحباكيين بتميلوا للهو ترفيه عن النفس يعني فترة جيدة يجب اتخاذ قطوات مفيدة من الآن وحتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح ورغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة لإنجاز حصة الأسد منه نظم جدوى الغذاءكم واخذوا قصد كافي من الراحة وما تلته بالقشور والأمور الثانوية اعتمد على خطوء على جهودك على طاقتك لحصد النجاحات والأرباح راقب وضعك الصحي بشكل جيد لأنه برضو هاي الفترة فيها تركيز على الأمور الصحية والمهنية برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة من الآن وحتى ساعات الصباح وبضل فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من بعض الهواجس أو الأفكار اللي بتعيشها في نوع من أنواع تبادل الزيارات أو الاتصالات المهمة ولكن ممكن يسود نوع من أنواع التوتر بسبب حدث طارق من الآن وحتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بترغبوا في التقرب من أحبا كم تعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواي معين بيطمئن بالك نسبيا لأنه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهم مش إنك ما تستسلم بل كرر المحاولات بترغبوا في استكشاف مناطق جديدة أو بتميلوا للسفر أو للرحلات أو لمشاركة في رحلة عمل الأجواء رومانسية فيها نوع من أنواع النجاح ولكن ممكن يكون فيها قلق حول أحد الأحبة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتنشطوا بالسفر بالاتصالات منكم أشخاص أيضا ممكنين ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح من الآن وحتى ساعة الصباح استطعت قلب المعادلة لصالحك أم مش إنك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء والأحبة لتعزيز الروابط بتملك سرعة خاطر ومهارة ملموسة أما من ساعات الصباح وما بعد بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية أهمش إنك ما تسمح لعوطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك وما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعج إسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته وقدم المساعدة لللي بيحتاجها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو ممكن يحصل على هدية هذا الموضوع رح يظل مستمر لغاية ساعات الصباح وبرضو ممكن تسمعوا خبر سار أو يلعب قريب لإلك دور مهم أو تهتم بقضية شراكة أو عمل أو تعالج الأمور بشكل دقيق أو تهتم لأمور مالية بتجد الحلول والتسويات في هذا الوقت أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات وتعتبر فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهمش أنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك اتفهم الآخرين وابقى هادئ وما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل كرر المحاولات السابقة وما تستسلم وحاذر من السرعة وسوء التفاهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء